أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن جهود الدولة متواصلة لدعم مختلف قطاعات الصناعة ما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها ما ينعكس أيضا على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية وخلال اجتماع عقده لمتابعة موقف صناعة الأسمدة وسبل تشجيع هذه الصناعة للتوسع وزيادة حجم صادراتها أكد مدبولي على أن ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية ذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلية في عمليات التصنيع وشدد مدبولي على توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسرات كتشجيع للتوسع في هذه الصناعة المهمة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة